ينضم لي سيد محمد بركي رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية أهلا بك أستاذ محمد أستاذ محمد سأبدأ بسؤال عن شعورك اتجاه ما يجري خاصة يعني بعدما شاهدت أربع جرائم قتل ما يشبه المجزرة خلال أقل من 24 ساعة كيف كان شعورك وكيف استقبلت هذه الأنباء شعوري حقيقة أن هناك شعور أي مواطن عنده حس أدنى للحالة الاجتماعية وأوضاعنا بشكل عام يعني الشعور هو كأنك تعيش في غابة في كل شيء غير منضبط وكأن هناك قوة مهيمة تريد فعلا أن ترى أولادنا جثثا أنا حقيقة لا أستطيع أن أنظر فقط بالمنظار العاطفي إنما أنظر أيضا بالمنظار السياسي لأنني أعرف من أين يأتي هذا أعرف من أين يأتي السلاح أعرف من يعطي الحصانة لعصابات الإجرام والمجرمين أعرف كيف يجري التواطئ مع هذه العصابات وأعرف أيضا ماذا علينا أن نفعل نحن كقيادات كمربين كأهالي كأباء كأبناء كأمهات كل هذا معروف لدي لكن الحلقة المفقودة هي حلقة الردع وهذه الحلقة موجودة في يد المؤسسة الإسرائيلية نعم التي لا أستطيع أن أقول أنها مهملة أو متساهلة أو لا تقوم بواجبة إنما هي متواطئة بكل ما تعنيه الكلمة مع الإجرام مع عصابات الإجرام نعم يعني أعلنتم عن سلسلة خطوات في بيان لكم اليوم ما هي هذه الخطوات ومتى ستتم أولا علينا أن نقول ما يلي أن المسؤولية الردع في كل ما يتعلق في الجريمة هي على السلطة والأمر الثاني أننا لا نقبل المحاولة البائسة للمؤسسة الحاكمة بإلقاء اللوم على الضحية وعلى قيادات المجتمع العربي وكأن القيادة المجتمع العربي يجب أن تقوم بدور الشرطة ولا يوجد لها صلاحية شرطة أصلا والأمر الثالث علينا أن نؤكد أن كل الحديث عن إدخال المخابرات جهاز الشباك إلى حلبة الجريمة والعنف بحجة أن مقاومة هذه الظاهرة ستكون أنجع هذا كلام مرفوض لأن جهاز الشباك يستعمل رأساء العصابات أو زعماء هذه العصابات كمتعاونين وهذا الجهاز يعطيهم الحصانة ولذلك مطلبنا هو أن يبتعد الشباك عن حياتنا في كل شيء نحن لسنا مشروعا أمنيا عند الشباك اليوم قررنا مجموعة من الخطوات من أجل استعادة الزخم الشعبي للمعركة ضد العنف وضد الجريمة وضد السلاح يوم آخر أسبوع خميس جمعة سابت نحن دعونا إلى إقامة مظاهرات أمام كل مراكز الشرطة الموجودة في القرى والمدن العربية في كل البلاد والبلاد التي فيها مركز الشرطة تنضم إلى أقرب بلد عليها يوم الأحد اللجنة الشعبية في الليد كانت قد دعت إلى مظاهرة في الساعة السابعة مساء في ساحة الجامع والكنيسة في المدينة واليوم قررنا في نجلة المتابعة أن نتمنى هذه المظاهرة وندعو إليها قطريا وإلى المشاركة فيها يوم الخميس القادم مش بعد بكرة 9-9 سيكون هناك قافلة سيارات ستخرج إلى شريين أساسية في المواصلات في الطرق الإسرائيلية ربما شارع 6 ربما أيلون نحن سنقرر في الساعات القليلة القادمة من أجل أن يشعر كل شخص في هذه البلاد بأن هناك صرخة نطلقها في هذا الموضوع وبعد ذلك نحن مقبلون على ذكر هبة القدس والأقصى في أول الشهر القادم وطبعا العنوان سيكون إضافة إلى إحياء ذكرى الشهداء والقيام بواجب نتجاههم العنوان الأساسي سيكون موضوع مكافحة العنف والجريمة والسلاح والمسيرة المركزية التي ستكون في هذا اليوم ستكون متركزة أو متمحورة حول هذا الموضوع وبعد ذلك كما قلنا موضوع الإضراب العام مطروح لكن نحن نريد أن نتريف ذلك من أجل أن نضمن إذا أعلن الإضرابا لا يكون مجرد رفعته منما أن يكون فعلا إضرابا شاملا وشموليا ومؤثرا من أجل أن يؤدي دوره المطلوب طيب أستاذ محمد إلى أي مدى مهم وفقا لما تقوله تحويل هذه الظاهر الآفة والتي هي العنف والجريمة إلى القضية السياسية الأولى في المجتمع العربي هي قضية سياسية لا يوجد دولا لها مصلحة في أن يعمل الإجرام في الشوارع القرى والمدن إلا إذا كان عندها اعتبارات أخرى واعتبارات المؤسسة الإسرائيلية واضحة جدا هي تريد أن تقوم بتفتيت وتفكيك المجتمع العربي وإلهاءه عن قضايا الأساسية عن قضايا شعبنا الفلسطيني عن قضايا القدس قضايا الاحتلال إلهاءه عن قضايا هدم البيوت عن قضايا الخرائط الهيكلية عن المساواة عن قضايا التعليم ليصبح انشغالنا الأساسي في موضوع الأمن الشخصي هذا واضح أنه هذه قضية الانتشار الجريمة والسلاح وليست قضية خلل اجتماعي إنما هو سياسة مرتبة من أجل تفكيك وتفتيت مجتمعنا لذلك يجب أن يكون هناك تعبير عن الإجماع الموجود في مجتمعنا لرفض هذه الظاهرة أن يكون تعبير عن ذلك في العمل الشعبي الذي دعونا إليه وبمدى ما يكون هناك تفاعل وزخم في هذه الفعاليات بمدى ما تصل الرسالة إلى من يجب أن تصل إليه سواء محليا وحتى عالميا نعم طلبتم مسبقا أيضا بحماية دولية شكرا لك رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية سيد محمد بركي شكرا لك على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر